أهلا ومرحبا بكم على قناتكم صحتك في معلومة في حلقة جديدة إن شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سألين الله عز وجل أن تكونوا دائما في دوامي الصحة والعافية في حلقة اليوم سوف نقدم لكم وصفات طبيعية ومعلومات قيمة عن طرق العناية بالشعر فابقوا معنا إلى نهاية هذا الفيديو وإليكم في التقيير التالي أهم هذه المعلومات والوصفات النعناع والرزاميري ويسمى إكليل الجبل لعلاج الشعر وتساعد الوصفات الطبيعية على زيارة معدل نمو الشعر وعلاجه بشكل طبيعي وخلال فترة قصيرة حيث أن مستحضرات العناية بالشعر الصناعية تحتوي على العديد من المواد الضرة والتي تؤدي إلى تلف الشعر على المدى البعيد بينما المواد الطبيعية تساعد على تعزيز صحة الشعر وزياد الطوله بسرعة وسهولة دون أن تترك أي تأثير سلبي على الشعر ومن أفضل المواد الطبيعية المستخدمة لذلك هي كل من النعناع والرزاميري وجوز الهند فوائد زيت النعناع للشعر يعد النعناع واحدا من أهم الأعشاب الطبيعية التي تمتلك فوائد جمال صحة الجسم حيث أنه يساعد على تعزيز الصحة العضوية فضلا عن دوره في تحفيز الدورة الدموية وبالتالي نمو الشعر فضلا عن أنه يساعد أيضا على ضبط معدل حمودة فروة الرأسة وبالتالي يتم إفراز الزيوت الطبيعية من فروة الرأسة بشكل معتدل ويساعد على مداد الشعر بالصحة والقوة والكثافة الرزاميري لتكثيف الشعر يعد الرزاميري أو كليل الجبل هو أحد الأعشاب الطبيعية المستخدم منذ القدم كعلاج للعديد من الأمراض حيث قد ثبت استخدامه بكثرة في الحضورة المصرية القديمة وهو ما زال مستخدم حتى اليوم في إنتاج مستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة ويرجع ذلك لأنه يحتوي على قدر عالي من مضادات الأكسادة التي تعمل على طرد الجذور الحراء الضر فضلا عن أنه يساعد على الوقايات من العدوى البكتيرية بالجسم وفروة الرأس ويعمل على تقوية وتنظيف بصيليات الشعر مما يساعد على إنبات وتكثيف الشعر خلال وقت قصير ثوائل زيت جوز الهند للشعر كما أن زيت جوز الهند الذي يعد أيضا أحد أهم مكونات وصفة نمو الشعر يساعد بشكل فعال نظرا إلى قدرته على اختراق جذور الشعر والوصول إلى الأعمق لتغذية الشعر من الداخل أيضا وهو مضاد للبكتيريا يساعد على وقاية فروة الرأس من العدوى ويساعد على التخلص من القشرة ويفضل استخدام جوز الهند الذي يتم تجهيزه اعتمادا على طريقة الضغط البارد لأن هذه الطريقة تساعد الزيت على الاحتفاظ بقيمته وخصائص مغذية وصفة الرزمير والنعناع لنمو الشعر هذه الوصفة تناسب كل أنواع الشعر وتعمل على نموه وزيادة طوله وعلاج مشاكل الشعر مثل الجفاف والقشرة وعدوى فروة الرأس خلال وقت قصير سوف تحتاج إلى وعاء زجاجي نظيف ومعقم بحجم مناسب كمية كافية من النعناع المجفف أو الطوزج كمية كافية من الرزمير إكليل الجبل المجفف أو الطوزج قدر مناسب من زيت جوز الهند المجهز بطريقة الضغط البارد غير مكرر طريقة التحضير في أول خطوة من تحضير الوصفة قوم بتعقيم الوعاء الزجاجية من خلال وضع كمية كافية من الماء المغلية به ثم وضعه في الماء حتى يجف ثم قوم بتجميع الأعشاب في حالة إذا كانت طوزجة اغسليها جيدا ثم تركيها حتى تجف بالكامل بعد أن تجف الأعشاب يتم وضعها في الوعاء الزجاجية ويا لذلك تغطيت تلك الأعشاب وغمرها بزيت جوز الهند بشكل كامل والآن يتم اغليق الوعاء الزجاجية بإحكام وتركه في مكان دافي لمدة 15 يوم ويجب أن يتم رجاء الوعاء من وقت لآخر لإتاحة الفرسة للزيوت العطرية الموجودة في الأعشاب لكي تخرج وبعد ذلك يتم تصفية الخليط من كافة العشاب وهنا يصبح خليط الزيت ناتج جاهزا للاستخدام في علاج الشعر ويمكن الاحتفاظ بهذا الزيت لمدة طويلة تصل إلى 6 شهور دون أن يتعرض إلى أي تلف كيفية الاستخدام قم بأخذ ملعقة صغيرة من الزيت وقم بتدليك فروة الرأسة وجميع أجزاء الشعر بها من الجذور حتى الأطراف وتركه لمدة نصف ساعة وإذا كانت درجة التلف كبيرة يمكنك تركه طويلة ساعة الليلة ثم غسله جيدا في الصبي ثم غسله جيدا في صبيح اليوم التالي يجب تكرر ذلك من مرة واحدة كل أسبوع أو مرة واحدة كل أسبوعين حسب الحاجة هذه الوصفة مناسبة للاستخدام من أجل علاج الشعر التالف والجاف وبطء النمو إذا وصلتم إلى نهاية هذا الفيديو فضلا وليس أمرا اشترك في القناة ضع ليك وفعل رمز الجرس ليصلكم كل الإشعارات وهذا فضلا وليس أمرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة صحتك في معلومة